يسأل عن كفارة اليمين يقول هل يجوز أن يخرجها الإنسان نقود أخي أبو أحمد بارك الله فيك بالنسبة لي كفارة اليمين الوارد ذكرها في قول الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير راقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذهب جماهير الصحابة جماهير الصحابة جماهير السلف وجماهير الخلف على أن كفارة اليمين تخرج طعام كما جاء في القرآن والسنة هناك قول لبعض الفقهاء قول لبعض الفقهاء أنه إذا كان هناك حاجة تخرج نقودا تخرج نقودا لكن يلتزم الإنسان ما ورد فيه النص ويخرجها طعام وبالنسبة للنقود يتصدق صدقة عامة بالنقود